بإذن الله سنبدأ السيشن بإذن الله ونأتي للمسألة المسألة تقول لك أنت معك X و Y مقسومين على بعض أبسط صورة للكسر أبسط صورة للكسر يعني إيه أبسط صورة؟ دعنا مثلا نقول لو أنت معك خمسة على عشرة فأبسط صورة للكسر ستكون واحد على الاثنين أو نص العلاقة ما بين الخمسة والعشرة هي علاقة ما بين الواحد و الاثنين حسنا كيف حسبت أبسط صورة هل الرقم اللي فوق فيه أرقام بيقبل الإسم عليها؟ وفي نفس الوقت نفس الأرقام دي بيقبل عليها لإسم الرقم اللي في المقام؟ بمعنى أن الخمسة دي أنت أسمت هنا على الخمسة فتحولت للاحد وهنا أنت أسمت على الخمسة فتحولت للاحد فتحولت للاحد فتحولت للاحد فتحولت للاحد وفي نفس الوقت يكون ديفايزور للرقم اللي تحت ومن هنا جاء أول مفهوم عندنا اللي هو الديفايزور تعالى نخش في حاجة اسمها النمبر ثيري النمبر ثيري يعني يعني بيقول لك أن الأرقام كلها اللي عندنا في الرياضة في علاقات ما بينها هم بقى جمعوا العلاقات دي وعملوها في توبيك اسمه نمبر ثيري معظم الحاجات اللي هتشرح النهاردة أو قدام أو 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 هي كل اللي هي بتعمله إن هي بتقلل طيب خلينا نقول إن معظمهم بيقلل الطيب وبيقلل الميموري طيب حاجة زي إيه مثلا إحنا لسه قاعدين دلوقتي إن إحنا معانا حاجة اسمها الديفايزور يعني إيه ديفايزور يعني مثلا لو أنا معايا رقم زي الستاشر الستاشر دوت أنا عايز أعرف هو بيقبل الاسم على إيه فلو جيت بصفت هتلاقي إن إنت عشان تجيب ديفايزورز الستاشر هتلاقي إن هي بتقبل الاسم على الواحد والاتنين والاربعة والثمانية والستاشر دي الديفايزورز بتاعت الستاشر اللي هي بتقبل الاسم عليها طيب أنا علشان أحسب الديفايزورز لأي رقم كنت أحسبها إزاي المفروض إن أنا بمشي على الأرقام كلها من واحد لحد إن خلينا نقول إن أنا عايز ديفايزورز إن علشان أحسبها كنت بعمل إيه أنا بمشي على الأرقام من واحد لإن وأشوف هل الإن دي بتقبل الاسم على الرقم ولا لأ يعني هل الإن موضل لاصل آي بتساوي صفر ولا لأ لو هي بتقبل الاسم عليها يبدأ ديفايزور لها طيب لو ما بتقبلش الاسم عليها خلص بتكمل عادي طيب تعال كده نكتب الكود دوت خلينا مثلا نقول إن هيكون معانا فونكشن بترجع لي فيكتور مثلا ديفايزورز وبتستقبل إن تمام وخلينا نقول إن إحنا هيكون معانا فيكتور وفي لونج لونج ريت ده اللي هيتعمل له ريتيرن أنا هعمل إيه أنا همشي على الأرقام لحد الإن لو الإن بتقبل الاسم على الرقم ده فهيقول له الريت دوت بوش باكل قد وبعد ما خلص هعمل إيه؟ هيتعمل الريت دوت تمام؟ طيب تعال نجرب كده ممكن نقول مثلا فيكتور فلونج لونج في بيساوي ديفايزورز ستاشر وتعال نطبع الري دوت أو الري دوت اهو الواحد والاثنين والاربعة والثمانية والستاشر طيب تعال نفترض بقى إن أنا عايز أحسب الديفايزور الديفايزورز لرقم مثلا زي عشرة قصة خمسة الكمبليكستي بتاعت حاجة زي كده أو الكمبليكستي بتاعت الفانكشن دي كام هي إن صح؟ ليه؟ لأن أنا بمشي على الأرقام من أول واحد لحد الإن طيب تعال نفترض أن أنا هحسب الديفايزورز لحد عشرة قصة خمسة مثلا فهي هتفت معي من غير طايم لامت طيب ده معناه إن عشان الطايم إن فأنا معرفش أحسب الديفايزورز لرقم زي عشرة قصة خمسة مثلا قال لك لا تعال بقى نشوف أول علاقة في علاقات الأرقام في حتة حساب الديفايزورز دي تعال كده نشوف الأرقام أو الديفايزورز بتاعت الستاشر الستاشر دي هي بتتقسم لرقم فرقم ماشي الديفايزورز بتاعت الستاشر كان الواحد والاتنين والاربعة والتمانية والستاشر طيب تعال برضو نحسب الديفايزورز كلها هتلاقي إن الأرقام اللي بتقبل الإسم عليها ستاشر هي الواحد في ستاشر واتنين في تمانية واربعة في اربعة وتمانية في اتنين وستاشر في واحد إذا هتجي هنا هتلاقي إن دي هي هيها دي وهتلاقي برضو إن دي هي هيها دي وهتلاقي إن دي هي واحدة بس ده معنى إيه؟ ده معنى إن في نقطة في نقطة معينة كل الديفايزورز اللي بعدها بتتعكس وتبقى زي الديفايزورز اللي قبلها بمعنى إن هنا الواحد والستاشر والاتنين والتمانية أول ما وصلنا عنده نقطة معينة اللي هي الاربعة والاربعة دي لأن اللي بعد كده هو هو اللي قبل كده بس معكوس فأصبح ده إيه؟ أصبح إن إحنا بقى عايزين نوصل للنقطة دي بحيث إن إحنا ما نمشيش حاجة بعدها نلغي بقى المشي اللي بعدها ده ولما انت تيجي هنا إنت الديفايزورز بتاعتك هتبقى الاي والإن على اي يبقى انت كده وفرت إيه؟ وفرت الابريشنز اللي انت هتعملها هنا دي طيب لما نيجي نبص إن نقطة اللي عندها أو إن نقطة اللي ما بعدها المفروض بيحصل الفليب دوت أو العكس دوت هي السكوير روت يبقى انت يا معلم بدل ما انت كدت بتمشي إن خطوة فانت هتمشي سكوير روت للإن طيب أنا بقى استفدت بكده من إيه؟ استفدت إن أنا أقدر أحسب الديفايزورز بتاعت عشر قصة اتناشر عادي والكمبليكست بتاعتها تمام؟ طيب ده معناه إن أنا هنا بدل ما هعمل كده لأ أنا هقول له همشي من واحد لحد الاسكوير روت للإن ونفس الكلام وساعتها أنا بعمل إيه؟ أنا ببوش دوت وكمان ببوش إيه؟ إن على قوي طيب لما نجي نشغل الكلام دوت هتلاقي إن فيه مشكلة ظهرت لي هتلاقي إن الأربعة ظهرت مرتين طيب أنا عايز الأرقام دي تظهر مرة واحدة بس هي ليه الأربعة ظهرت مرتين؟ لأن هي هنا أربعة فاربعة تمام؟ طيب إنت أصلاً عند الجزر خلينا نقول إن الجزر اسمه اس كيو الجزر في الجزر بيساوي الإن تمام؟ طيب أنا ببوش الآي وإن على آي خلاص يبقى لو الآي ده مش بيساوي الجزر فساعتها أنا هعمل إيه؟ ساعتها أنا هبوش الرقم الثاني يبقى أنا هنا هجا أقوله لو الآي لا يساوي سكوير روت الان فأنا هعمل إيه؟ هقوله الرت ضد بوش باك إن على آي سواني هو المشكلة ها كده تمام؟ طيب علشان برضو الأمانة السكوير روت أنا أحب أن أتعامل معها أو بمعنى أصح أي حاجة هتخش لك في دابلز بلاش السكوير روت دي يعني هي فيها مشاكل إن أنت ممكن تنسى وتعملها سكوير روت وفي المسألة يكون محتاجك إنك تعمل سكوير روت ال فعلشان نتفادح حاجة زي كده عشان موضوع الدابلز والكلام دوت أنا هعمل حاجة لطيفة قوي أنا دلوقتي بقولك إيه؟ أنا دلوقتي بقولك إن الآي أصغر أو يساوي سكوير روت للإن طيب ربع الطرفين هيبقى هنا آي في آي أصغر أو يساوي سكوير روت للإن في سكوير روت للإن بيساوي الإن أصبح عندي المعادلة دي آي في آي أصغر أو يساوي الإن يبقى هنا أنا هشيل السكوير روت وهخليها إن عادي بس هاجة هنا هعمل آي في آي هتطلع لي مشكلة تانية لو أنا دلوقتي عايز أحسب الديفايزورز بتاعة عشرة قصة 12 لما وصل عند العشرة قصة 6 مثلا هلأ إن هي عشرة قصة 6 فعشرة قصة 12 سوري عشرة قصة 12 بعشرة قصة 12 سوري عشرة قصة 12 لا يساوي بدل ما أنا أقول بقى جزر الإن لأنا أقول إن الإي في آي مش بيساوي الإن سعر نشغل الكلام ده أهو تطلع للديفايزورز بتوعي زي ما أنا عايز بيساوي دي أول فونكشن معانا حد مش فاين اتفضل لفتح أنا عبت شكوك كلا شاين نعم الكود اللي هي الفي 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 اللي هي اللي هي عمل طادي كلا شاين طيب بص إحنا دلوقتي قولنا إيه قولنا الأرقوم هي الدفايزورزي ماشي إزاي طيب انت عرفت حنالي بنمشي لحد اللي سكوير روت طيب عشان كده كده بعد اللي سكوير روت هتلاقي كل الحاجة بتتعاكس صح؟ طيب أنا بعمل إيه؟ أنا ببوش باك في الفيكتور اللي اللي أنا هعمل له الريتيرن دوت ال i وال n على i صح؟ طيب تعالنا نعتبر كده ان ال i دي كان بسكوير روت طيب ال n على اللي سكوير روت بتاع ال n هي بكام بسكوير روت برضو فأصبح ان هذا بيساوي ده فأنا بقول بقى يا معلم لو ال i مش بيساوي اللي سكوير روت هنعمل ايه؟ هنبوش باك لل n على i طيب أنا قلت لك انا عايزة لغي التعامل مع اللي سكوير روت هربع الطرفين يبقى هنا i في i والناحية الثانية n اي 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 تمام كده؟ تمام كده؟ نعم تمام تمام ماشي دي كده اول فونكشن معاني حدي عنده سؤال ثاني؟ هنعم sqrt l تخيب مهم a كان sqrt اه اه صح اوه اوه في فرق بين sqrt و sqrt لية تعمل مع الارقام long long انا فاكر كتما اسألة ووقتها انا جبت الرونجة بسبب ان انا عامل سكوير روت واضطرت ان اغير الفكرة خالص وقعت بتاع تقريبا ساعة الاربع من مش عارف اعمل ايه لحد ما اكتشفت بالصدفة ان في حاجة اسمها سكوير روت الال طيب اتفضل يا محمود وبالنسبة للوب ايه الاحسن ان اعمل اي ف اي ازرع من او يساوي الان ولا اخزن سكوير روت في فاريبل و اعمل اي ازرع من او يساوي الان اي ا menu اي او ستكوير روتان اي حاجة بها exclusively وتقدر تعاوضها بانتجر starting انا سمعت ان الاي ف اي مكان يذكرين سمع وارغة time limit لكن ماذا يجبين سمعuber bullshit ايم بنهايه اناتسمع قبل كده من الصوري بالنسبة للعمل الاسي لو مثلاً إفا ديت هتحصلها overflow معيشان كده أنا قلت في فايد ممكن يحصل فيها overflow فعشان كده بخزن ديت بlong long لأن انت فعلاً لو عملتها إنتجر فدية ممكن ترجع بالسالب لو حصل overflow فهترجع بالسالب وتفضل عيد ال loop دي بقى مش هتخلص منها فديت تجيب time limit فعلاً إنما لو انت عملها long long فهي مستحيل تعمل ال time limit هيا كده هخلنا قولي ان هي ماشية مثلا ان هي مشيا مسلا ان او سكوير روت الان هتبقى ثنين فى سكوير روت الان اللي هي بقى سكوير روت الان برضى اه اخسام شكرا هتدون سؤال ثانى طيب دي كانت اول فونكشن معنا وهي الدبايزور خلينا نعمل ملف كده ونخزن فى كل الفونكشن بتاعتنا مرتبط بعملنا. ندخل اخر بعملنا. إذا كانت فنقط معنا. نقوم بعملنا بعملنا. نريدها إلى المسألة المصارفة. ما أسألتني الأصلية كانت تقول إيه؟ كانت تقول إن إحنا عايزين معانا إكس وواي وإحنا عايزين نوصل إكس وواي دي لأبسط صورة فكنا بنعمل إيه؟ كنا بنجيب ديفايزور بنقسمه فوق وبنقسمه تحت لحد ما توصل لإن البسط مفيش أي ديفايزور بيقبل الاسمة عليه وفي نفس الوقت مفيش أي ديفايزور بيقبل الاسمة تحت يعني ما فيش ديفايزور مشترك ما بين الاتنين دون وطالما جبنا الديفايزور المشترك يجيب بالك على طول الجي سي دي يعني ما الجي سي دي؟ الجي سي دي دوت هو العامل المشترك الأكبر يعني إيه؟ يعني أكبر ديفايزور بيقبل الاسم عليه البسط والمقابل أو خلينا أقول لو أنا معي الجي سي دي للإكس والواي تمام؟ هو أكبر ديفايزور الإكس بيقبل الاسم عليه والواي بيقبل الاسم عليه تمام؟ طيب دوتا نحسبه إزاي؟ أنا كل اللي هعمله أقول لك الطريقة إن إحنا نحسب الـ Great to common divisor ده إن إحنا هيكون معانا الرئي فيزيتد تمام؟ وهمشي على الديفايزورز بتاعة الإكس تمام؟ ههمشي على الديفايزورز بتاعة الإكس وههعلم إن هي فيزيتد وههمشي على الديفايزورز بتاعة الإكس وههجيب أكبر ديفايزور فيزيتد تمام؟ طيب الـ Complexity بتاعتها ذات الإكس كده كانت سكوير روت برضه برده سكوير روت الـ N لماذا؟ لأن إحنا هتمشي على الديفايزورز بتاعة الإكس والديفايزورز بتاعة الإكسaman وهذا ده معناه إن إحنا مش نعرف نجيب الجي سي دي لمثلا 10 أس 18 و 10 أس 18 مثلا أو دعنا نقول 10 أو 18 مقصة 2 لا طبعا نعرف طيب نحل بقى المشكلة دي ازاي خلينا نقول ان انت عشان تحسب الجيسة دي الرقمين انت عايز تجيب رقمين بيقبلوا الاسم على بعض صح طيب سوري انت عايز تجيب رقم يكون بيقبل الاسم عليهم هم هم الاتنين بمعنى خلينا نقول معادلة انت معاك مثلا X-Y بيساوي الزد ماشي انت معاك X-Y بيساوي الزد او بلش دي خلينا نقول انت معاك X على Y هي بتساوي رقم وليكم مثلا الزد ده معنا ايه ده معناه ان الـ X بتساوي Y في زد يعني انت عايز تجيب الجيسة دي دوت هو رقم رقم اللي اتنين بيقبلوا الاسم عليه اللي هو هنا وفي نفس الوقت هنا ماشي في بقى قانون هم قالوا بيقولك ان الجيسي دي ما بين A و B بيساوي الجيسي دي ما بين A-B و B احساب الجيسي دي طيب باستندنا بقى للقانون ده خلينا نوصل ان احنا عايزين نحسب الجيسي دي ما بين الخمسة واربعين و العشرة نحسب الجيسي دي بين الخمسة واربعين و العشرة طيب الخمسة واربعين و العشرة احنا قلنا ايه الجيسي دي ما بين الرقمين دول انت المفروض الرقمين دول هيكون واحد فيهم اكبر او يساوي التاني ماشي طيب انت بتستغن بقى عن الرقم الكبير دوت وبالنقسم النقس الصغير يعني كده انت ر pounds معنى ال الهزر كما بين الخمسة واربعين م — عشرة كام ثم و العشرة مصد ساوي جيسي دي مى م بان الالشاعة وعشرين والعشر برده وتساوي غصة مبان الخمسة وعشر وعشر و بالنقسم لتساوي الجيسيando مى الربع خمسة والعشر اعكسهم لأن الصغير يكون الناحية ما بين العشرة والخمسة بعد ذلك يكون الجي سيدي ما بين العشرة ستكون خمسة وصفر ما بين الجي سيدي ما بين الخمسة وصفر نطبق القانون الثاني الجي سيدي ما بين A و B بيساوي الجي سيدي ما بين A-B و B دي لما توصلني لحاجة أنا أطرح الكبير نقص الصغير اللي هو هيبقى خمسة وصفر أطرحهم ثاني هيبقى خمسة وصفر أطرحهم ثالث هيبقى خمسة وصفر أصبح يمعلم بيقولك بقى لما الرقم الصغير ده بيوصل لصفر الرقم المتبقي ده هو الجي سيدي وفعلا لو جيت بسيط على الخمسة واربعين والعشرة هتلاقي ان الجي سيدي ليهم بخمسة ودول الجي سيدي ليهم بخمسة ودول بخمسة ودول بخمسة وبردو دول بخمسة ودول بخمسة ستجد جسي دي بخمسة هنا قانون يقول لك ان جسي دي ما بين اي رقم اكس مثلا وصفر يساوي الاكس حلو؟ حلو؟ للوقت بقى انا عايز احسب الجسي دي نكتب الفونكشن ستجد جسي دي ستجد جسي دي ما بين اي و البي دايما ان كيب تراك الصغير بيكون عند البي لو البي اكبر من اي؟ هنسواب ال اي و البي بحيث ان دايما البي يكون هو الصغير هنعمل اي بعد كده؟ لو البي كب تساوي صفر فانا هاريترن ال اي تمام؟ طيب غير كده فانا هاريترن الجسي دي ما بين ال اي موينوس بي و البي حلو؟ طيب تعال بقى نحسب سيقاوت الجسي دي ما بين الخمسة واربعين والخمسة ستجد جسي دي ما بين الخمسة واربعين والخمسة واربعين والخمسة واربعين واربعين هنالك 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 ه حسنا؟ طيب. أنا علشان أحل حاجة زي كده. أعمل إيه؟ خلينا نقول ان انت علشان تطرح قيمة علشان تطرح قيمة اللي هي مثلا خلينا نقول ان انت معيك X-Y خلينا بتقول ان او خلينا بلاش X و Y عشان نحن نستخدمونهم أصلا. خلينا نقول A-B بيساوي C. ماشي؟ دي القيمة الجديدة بعد الطرح. حلو؟ طيب. لو أنا جيت خط مودلس مود. هنا. تمام؟ و جيت خط مودلس مود هنا. و جيت خط مودلس مود هنا. مش الكلام ده صح؟ اه. يعني برضو A-B الكل مودلس مود بيساوي C. مودلس مود مش الكلام ده صح؟ اه. طيب. تعال بقى انا اقول لك حاجة تاني. انا بس كنت مفكركم بحتة دي. دلوقتي انا كنت عايز اعمل ايه؟ انا كنت عايز اجيب الجيسي دي ما بين الخمسة واربعين والعشرة. فانا كنت بطرح الخمسة واربعين ماقص العشرة. تمام؟ افضل اشيل منها عشرة 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 عشرة. هيا وقف التعامل مع البي كأنها عشرة او البي فضلت مستمرة بكومتها لحد ما وصلت ان الA بقت اصغر منها. طيب. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت فضلت تطرح بي في كل مرة. بتطرح بي من ال اي. لحد ما وصلت ان ال اي بقت اصغر من بي. طيب. ده معناته ايه؟ ده معناه ان انا اخدت ال اي مودلس البي. إذا أردت خط 45 مدلس العشرة، ستقوم بعمل خمسة. فمن هنا، بدل ما نقوم بعمل الطرح، سنقوم بعمل مدلس. تقوم بعمل مدلس العشرة. نقوم بعمل مدلس العشرة. نقوم بعمل مدلس العشرة. لما تحقق نتجهك إن تعني لتقوم بعمل مدلس العشرة، في المرة الثانية العشرة تقوم بعمل خمسة عشرة إلى الثانية. لما تقوم بعمل مدلس العشرة، سوف تقوم بعمل مدلس عشرة. بديوات على اثنين. دعونا نقولي شيء ثاني. لو انت معاك ال a موضولوس ال b. ماشي. انت عايز تعمل ال a موضولوس ال b. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال a اكيد مليون في المية هتبقى اصغر من ال b. ال a هتبقى اصغر من ال b. طيب وبعدين بعد كده يا معلم. طيب. ماكسومم قيمة لل a هتبقى كام? يعني ايه هي اكبر قيمة لل a? اكبر قيمة لل a هتبقى كأنك أسمتها على الاتنين. كأنك عملت موضلس على الاتنين. هذا معنى أنت هنا أسمتها على الاتنين. دعنا نقول لا. هذا أنا أقوم بعمل لكيمة كبيرة. دعنا نقول أنت هنا قلت العشرة موضلس على الستة. هتلاقيها بتساوي كم؟ هتلاقيها بتساوي أربعة. صح؟ هذا يعني كأنك أسمت العشرة على الاتنين. طيب هتقول لي لا يا عم. أنا بقى عايز أقبر الاتي بدل ما هعمل موضلس للستة. لا دعنا نقول لك العشرة. العشرة موضلس التسعة. هتلاقيها بتساوي كم؟ هتلاقيها بتساوي واحد. لو قبرت عندي القيمة هتقل. قللت عندي برضو القيمة هتقل. يعني ماكسوم في المرة التانية حتى. إن انت كده كده هيطلع لك رقم صغير. تمام؟ طيب هتقول لي مثلا لا أنا خليه يطلع لي. هي الفكرة كلها في إيه؟ هي الفكرة كلها إن انت العشرة دي هتعمل لها موضلس للستة. مثلا هتقضي أربعة. طيب عشرة موضلس السبعة هتلاقيها بتساوي كم؟ هتلاقيها بتساوي عشرة موضلس للسبعة هتلاقيها بتساوي تلاتة. طيب هتقول لي لا طيب أنا هتخليها رقم صغير. عشرة موضلس مثلا التلاتة. أو سخلينا نقول موضلس الاربعة. طيب ما انت كده كده يا زاكي انت عارف إن أي رقم موضلس رقم تاني. أكيد هيبقى أصغر من الرقم التاني ده. فأكيد تبقى أصغر من الاربعة. فهي الفكرة كلها ان انت ماكسيموم الوبرائشن دي او ماكسيموم الوبرائشن دي هيبقى لوجل إن. هل أحد مش فاهم؟ كده فونكشن الجي سي دي جاهزة للاستخدام. أنا مش معلش يا مش عارف ناسي بقى ريزة هند ازاي. بس ممكن نقول تاني احنا بصولنا انها لوب إن ازاي. تاني. طيب. انت انت فاهم احنا ليه عملنا الموضلس صح؟ آه عشان اصرع بالمينس بالاختصر الخطوات. بالزبط. طيب. دلوقتي انا كل اللي انا هعمله ان انا في كل مرة انا هعمل موضلس صح؟ تمام. تمام. طيب خلينا نقول مثلا لو انت معاك. رقم زي. خلينا زي في الخمسة واربعين والعشرة. انا لما اعمل خمسة واربعين موضلس عشرة. الناتج هيبقى قيمته من كم لكم. بعيدا عن الرقم ده. سيبقى من العشرة. بالزبط. سيبقى من اول صفر. لحد التسعة. تمام. طيب. هو اصلا اي رقم. اي رقم لما تيجي تعمله موضلس مع رقم تاني. اكبر قيمة ممكن تطلع لك هي ان على اثنين. يعني ان. موضلس مود. ماشي. اكبر قيمة ممكن تطلع لك هي ان على اثنين مقس واحد كمان. تمام. اكبر قيمة موضلس عشرة. موضلس عشرة. فنضبع عشرة. ويكون على عشرة. ويكون على عشرة. وعشرة موضلس عشرة. تجربة. نعم 0 0 1 2 0 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 هنا معناها أنت في كل خطوة كل خطوة أكبر ممكن أن تصل لها أنت تقسم الرقم على ال 2 فالقبريشن أنت معك إن ستقوم بتقسمها على ال 2 لحد ما تصل للصفر فهذا معناه إن على ال 2 على ال 2 على ال 2 على ال 2 يبقى هذا بالنسبة لي لوج إن تمام تمام وهي أقل من لوج كمان بس يعني خلينا نقول لوج ايه وطبعاً اللي احنا قلناه ده لوج إن احنا نبدأ نقسم على ال 2 ده لوج بس هي أصلاً الجيسي هي تبقى أقل من اللوج لأن انت كده 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 في العملية الثانية هتلاقي أن الرقم بيقل كمان بيقل عن إن على ال 2 تمام ام 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 شكراً ام حد عايز تسأل فى حاجة ثانية افضل عمر افضل عمر ام 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 احنا نقول ان اكبر رقم هيبقى 10x18 ام 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 احنا نحسب الجيسي دي اساعدة الان ام اصال y اصر اصنع 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 ال duplicة و ط Bis نقوم بعمل X على GCD و Y على GCD نقوم بعمل كثيراً نقوم بعمل كثيراً نقوم بعمل كثيراً سأعطي لك رقمين وبدل من أكبر رقم يقبل الاسم ونقوم بعمل كثيراً نقوم بعمل الكثيراً سأعطي لك الرقم أعطي لك الرقم أ ونقوم بعمل 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 كثيراً خطيراً فأصغر رقم الاتنين كيف يقبل الاسم على الحصول على الاتنين؟ مثلا كي الصغير مثل الاثنين ورقم بي صغير المصادر يقبع الاسم على الاتنين الله سنحن نفهم أريد ظهر كي الصغير رقم يقبل الاسم على الاتنين دول لحوث حسبتها هتلاقي الاثناشر لماذا الـ 12؟ لأن الـ 12 تقبل الاسم على الثلاثة و تقبل الاسم على الأربعة وفي نفس الوقت لا يوجد أي رقم من بعد الأربعة أو من أول الثلاثة لحد الـ 12 يقبل الاسم على الرقمين في نفس الوقت كيف حدثنا؟ لن أرى أن تعمل؟ أن تقوم بإمكانيل أصغر الرقم يكون موديلس A و موديلس B يـ 0 هذا يمكن أن تقبل الاسم على الأدوان، صح؟ طيب ايه اكبر رقم او خلينا نقول مثلا ايه اول حاجة ممكن تيجي في مخيلتك لو انا نضيت لك رقمين وقلت لك هاتلي رقم بيقبل الاسم عليهم هما الاتنين هتقول للايه في البي صح صح طيب حاجة مثلا زي الثلاثة والاربعة هتلاقي الالس ام بتاعهم بيسوي 12 اللي هو فعلا حاصل ضربهم اللي هو اللي 12 ماشي بس في حاجة تانية انت مش راخب بالك منها في الام لحاجة تحديد من الس vem هتلاقي الالم سيدTa فبكرة شخفت لاتهun اسم الثلاثة الحاجة enseمlle اسم الثلاثة الحاجة عادي الم crime اللي حاجةион التمنداشر موقفر بالهاي Hills أكن با Clan رقم موص GetTheLa موصول restaurant قول فاظهن يعني أنت Millionen ستنايا ستنايا الفاظهن التناية أتفضل حصل الضرب 3 في 6 أعلم أنها مقرأة الثلاثة على الـ 3 أتفضل حصل الضرب و أسامته على الجسد يبقى يمعلم أتفضل مقرأة تفضل الـ L-C-M أركضا الت Text نبين الثالثة والستة نعم على الأمانة العلمية هناك فونكشن للجي سي دي جاهزة وفونكشن للالسي ام جاهزة تكتبوا منhi merit وقال عليه motorcycle مقافية تجربين اقام Lecd تجربين من الدفاع نعم إذا كنتما ن HawkCd لكم الشر P zij حسب الموضوع لا يقوم بتريت Out lugar より Christd وحينه موجوده بالجي سيدي و الموجوده بأحسن موجوده. بأحسن موجوده بجي سيدي بجي سيدي و الموجوده بالجي سيدي بجي سيدي بجي سيدي. تمام؟ شخصي المشاهدين من المجتمع في الحالة؟ او حد عنده سؤال فضل ودلوتي لو يعني المسألة مجنون شوية فقال لك مثلا انا عايز احسب الجيسي دي مثلا لأرقام فو الا 10-18 وانت هتطالت تخدمك جايين في الطريق في عاجة كده يعني؟ من غير ما تحولهم لسترينج ولا حاجة طبعا جايين في الطريق اتستعجلش طيب حد عنده سؤال في الموضة ده طبعا كله تمام؟ فضله الحمد هيا الـ LCM والجيسي دي بياخدوا لغاية لانجلوم؟ اه الـ Built-in الـ Built-in؟ اه اه معادي الفكرة بقى في الجيسي دي و الـ LCM ان الداتا طيب بتاع العنصر ده لازم يقابل نفس الداتا طيب بتاع العنصر ده من كاستنجو كم انا تقريبا جررت مرر اعمل بس ما تجيب ليش لونج ولا كيرو في مسألة لا 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 ثواني كده اجرب حاجة بص هي عملت هنا اه ان هي فيها غلطة بسبب ان احنا حطين انتجر مع لونج و لونج هو لازم الحاجة اللي انت هتبعتها يبقى لتنين من نفس الداتا طيب تمام ليه بقى؟ بحيث ان هو يبقى عارف الحاجة الكويمة اللي هيعمل لها ريتيرن ايه؟ في المصدي؟ تمام ماشي طيب لحد دلوقتي احنا زي الفل بعض الناس كيف نحن نقوم بج pd و ال dl cam بعض الناس م least ايش ميضا دلوقتي هو الان أريد أن تعتبر كل رقم كأنه قريبا. يقول لك أن أي رقم في الدنيا عبارة عن مجموعة أرقام برايم مضروبة في بعض. تعتبر كل رقم برايم مضروبة في بعض. يقول لك أنه الرقم برايم مضروبة في بعض. نعم السؤال سوف نضيف ارقام برايم مضروبة في بعض؟ نبدأ عندما نقوم برايم مضروبة في بعض أرقام مع ارقامها. سوف نحن مضروبة برايم مضروبة و دعنا نقوم بعمل هذا الرقم هذا كان الرقم البرين لأنه لا يقبل الاسم على الأرقام كلها فقط نحسب الأرقام من 2 إلى 1 ونرى الرقم هذا الرقم يقبل الاسم على واحد فيهم ولا لا لأنه يقبل الاسم على واحد فيهم ثم يقبل الاسم على واحد فيهم ثم يقبل الان وغير كده يقبل الان تم تحديد الان تم تحديد الان نحن على استقل الان وصدنا الموضوع الان نفس الكلام أيضا يبدو أن تحسب الرقم البرين اسمي برايم نسخة إصبتين ما سوف نقوم برايم ما سوف نقوم برايم اقوم برقس اللغ نقوم برقس اللغ ن genere 0 إذا كنا نضع عسل فقط كان هي ذي function عشان نعرف الرقم إنه فيه or نه؟ حسنا نجلب ونصدق ماهو الرقم ونهوا عنه أي عشان نصدق نصدقه اي عشانه غير الواحد وغير الـ كنا كنا قلنا حسب 16 عبارة عن 1 في 16 و 2 في 8 و 4 في 4 8 في 2 16 في 1 نفس الكلام ستجد أن أن الـ N على 2 تقوم بمقابلها نفس الكلام لما كنا نحسب الـ DIVISOR نقوم بعمل ها عن نفس الكلام من هنا إستاذ الفجر في هذا الفضل ولم يغير نقوم بردس الائر حالة الكفاء بدون أفضل عادة الائر مما افضل الائر فقط أفضل عادة إثناء فقط عندما بالتركب الأفضل سيؤال جميع أن يسأل لكن هذا هو نفس الكلام الذي قلناه في الديفايزور. نرجع لسؤالنا أو الخطة التي كنا هنمشي عليها. أن نحن أي رقم بعد كده عندما نتعامل معه. أي رقم نريد أن نتعامل معه فنحن نتعامل معه كرقم نحن نتعامل معك R. تفضل يا أحمد. 1 ليس برايم. الواحد ليس برايم. بسبب ممكن سنضيلي فنحن. في الـ function يعني؟ نعم. لو الـ n equal equal 1. سنعمل 1 سنعتبر 1 لا أعتبر أننا لا نستدع الموضوع نحتاج إلى الـ 1 نجد أن نتفذ الآخر ونقوم بعمل إلا نواف 5 لو النموذي 2 سوف نستدعي 0 ونبدأ عمل 3 ثم نقوم بعمل 2 كيف فعل ذلك؟ سأخبر ذلك بالضبط. لو الرقم ده زوجي رجع لي صفر. ان الرقم ده مش برايب. طيب بعد كده انا همشي على الارقام الفردية بقى يا معالي. بدلا ما انا كنت اعمش على الارقام الزوجية. لا انا همشي على الارقام الفردية بس. كده الكمبليكستي ستبقى سكوير روت على اثنين. هي 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 يعني بس. اشتري. تفضل يحدث. احنا نقول لو اقاتل الارقام للن باخدة ثم نقوم بنفس في نفس الزوجي. اولا نقدر سوف نقوم بالتخط二. وفي نفس الوقت الان ذاوجي سنرغب نزيره انا سأقوم بعمل نصاب المثال اسم نصاب المثال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي فول اكسبت كذا الفونكشن بساتنا ديها اكسبت نكمل اي رقم في الدنيا هو عبارة عن حاصل ضرب ارقام برايمز نفترض ان لا يوجد اي ارقام برايمز يكون الرقم نفسه ماذا هذا؟ ايه الارقام برايمز من واحد الى عشرة ستجد الآتنين ثلاثة 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 والخمسة هي عبارة عن 3 والخمسة هي 4 والاربعه نحن كتبتها 2x2 والخمسة هي 2x3 والخمسة هي 6 والخمسة هي 2x3 وقال 7x8 والخمسة هي 2x2x2 ثم ستجد العشرة عبارة عن 2 في 5. ثم ستجد العشرة عبارة عن 2 في 3. ثم ستجد العشرة عبارة عن 3 في 4. ثم ستجد العشرة عبارة عن 2 في 4. كيف نحسب العشرة عبارة عن 1؟ لذلك نحسب العشرة عبارة عن 1 في 5. ثم ستجد العشرة عبارة عن 1 في 5. كيف نحسب العشرة عبارة عن 1 في 5؟ ستغطى التجاري duel و لا، هل الهجابة هو الهجابة؟ لا هل الهجابة لا؟ اذا يبدو بالنسبة لأعضاء اكتشف الهجابة هنا فأصبح الأرقام الهجابة هو الهجابة الفيديو الهجابة 15 وفعلاً الهجابة 15 و هو عبارة 3 في 5 لكن هنا ستقابلني مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة في رقم مثلا مثل التمانية. التمانية هو بيقبل الاسم على الواحد وعلى الاتنين وعلى الاربعة وعلى التمانية. الأرقام البرايمز هنا هم الاتنين بس. هل هذه التمانية هي أصلا بتساوي الاتنين؟ طبعا لا. التمانية هي بتساوي اتنين في اتنين في اتنين. من هنا بقى نقدر نحسب البرايم ديفيزورز. ان انت هتشتغل على البرايم ديفيزورز بتوعك عادي. لكن في نفس الوقت لو لقيت رقم برايم فانت هتجيب كل النسخ منه اللي انت تقدر تقبل الاسم عليها. بمعنى ان مثلا التمانية تقبل الاسم على الاتنين او. تقبل الاسم على الاربعة او. تقبل الاسم على التمانية او. يبقى كده بقى معاك ثلاث اتنينات. طيب علشان نحسب حاجة زي كده احنا قولنا هنعمل ايه؟ احنا هنكرر بس الموضوع مع ايه؟ مع البرايمز او نفس البرايم. فانا ممكن اعمل ايه؟ لذا نضيف الاربعة او لикс الموضوع عادي. فيكتور او لونج 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 لونج. واستقبل الاسم على الأمو. أريد أن أرى الأرقام برائم والرقم يقبل الاسم عليها وعددهم. أريد أن أخبرك الأرقام برائم الثاني عبارة عن 2x2 و 3x1. حدث 2x2 و 3x2. سنذهب إلى الأرقام العادية. أتفقنا بأن نذهب إلى عدد الجزر. ولم نذهب إلى عدد الجزر. لماذا نذهب إلى عدد الجزر؟ لأن الأرقام أصلاً تتعكس. ما نقوم بعمل؟ سأجعل أيضاً. مبلغ اي في اي, اضافي اي في أي , اي بلاس 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 بعد كده هقول له int c equal 0 while n modulus i equal equal 0 n على equal i و c plus plus تمام طيب بعد كده هقول له ret dot pushback ال i و c بس امتا لو ال n modulus i equal equal 0 تمام طيب تعال انا افترض ان ال n ده كان برايم اصلا يعني مثلا لو اجيت حسابة الخامسة الخامسة مفيش اي حاجة من اول ان لحد الجزر هتقبل الاسم عليها لان الخامسة نفسها برايم فبعد ما اخرج من اللوك دي تمام هقول if ret dot empty ساعتها انا اعمل ايه؟ هقول له ret dot pushback ال n و ال 1 او خلينا نقول بقى ال ret مش empty خلينا نقول مثلا لو ال n كانت اكبر من 1 ساعتها اقوله ret dot pushback ال n و 1 وطبعا هنعمل return to the ret تمام خلينا نقول كل vector of pair b مثلا يساوي prime factors اللي اتنشر بتعاني اطبعه دقيقة اصدار 2x2x3 طيب ت�يل العثور ال 12 نخطيك اصدار 35 سوف نتعامل مع الرقم برقم 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 سوف نتعامل مع الرقم بالفعل قليلاة قليلاة تساعد سوف نقليل من يريد أن يسأل؟ تفضل عم أنا أرى سكوير روت بس فقط الفكرة أن الن بتتغير فسكوير روت ماذا بالضبط؟ سكوير روت الن؟ نعم نعم، الن بتتغير دعنا نقول أن الن كان برايم نعم ساعتاً أنت هتمشي على سكوير روت من غير ما تعمل أي شيء نعم، نعم طيب، هناك سؤال كان أحد يسأله فهو أصلاً جاء بالي بصراحة أول ما انا جاءت تعلمتي حاجة كثيرة نحن هنا، لو أخذت بالكم، أن الن كوموتها تتغير أنا الن هنا أقسم أنا أقول الن على أكوال معنى كده أن الن دي أصلاً تتغير فإزاي القيمة الجديدة؟ هتقبل الإسمة على العنصر الجديد أكبر يعني مثلاً مثلاً الن كتب كام؟ الن كتب 12 نعم، هل كنت؟ حسناً، حسناً، نعم نعم، هذه القيمة جميع جميعاً ن عدى الثانيات ن عدى الثانيات في أجلات نكوال ألبية الثانية وأربية الثانية أضغط سعيدة الثانية وامر الأسلات ألا تسير اللات لما انا ماشيلي الاتنيات الرقم اللي طالع ده انا ضامن ان هو هيكون بيقبل الاسم على رقم اكبر ايام ما يطلع لي بواحد هي الفكرة كلها زي ما قلت لكم ان الرقم احنا بنعتبرها احنا بنعتبرها كاري يعني ايه كاري الرقم بنعتبره كاري set of elements مضروبين في بعض مثلا الاثناشر اتنين في اثنين في اثنين في اثنين في ثلاثة ماشي طيب انت لما تقسم على الاثنين كأنك شلت دي وكأنك شلت دي كده كده الثلاثة اللي هيدورها هيجي فخليك بس فاكر الحتة دي عشان هنحتاجها دلوقتي ان اي رقم لما تتعامل معاه انت بتتعامل معاه كأنه ايه كأنه ايه كأنه شوية ارقام برايمز مضروبة في بعضها متراتبين بقى ومش متراتبين دي مش قصتي تمام طيب دلوقتي بقى يا معلم انا عايز اعمل ايه انا مش عارف ليه في السيشن السيليون بيهنج و الوايد بورد بتهنج متقريباً العلم كله مش راضي عن اللي احنا بناملكه انا نصبح الوقت اسف لدي كفاكر نظيف ديت هنه يا الله يا عم والله اشغل البنتر الدلوقتي بقي معلم انا دلوقتي معي رقم زي مثلا ال 12 ومعايا رقم زي ال 8 ماشي ال 12 احنا اتفقنا ان هي ايه وال 8 احنا اتفقنا ان هي ايه ال 12 احنا اتفقنا ان هي هتبقى 2 2 3 وال 8 احنا اتفقنا ان هي هتبقى 2 2 2 طيب تعرف تجيبلي الجي سي دي ما بين ال 12 وال 8 من غير الفونكشن اللي احنا استخدمناها من شوية اه اعرف ازاي ما هو انت لو خدت بالك ان الجي سي دي دوت هو عامل مشترك وحط تحت كلمة مشترك دي مية خط ان الديفايزور ده موجود هنا وفي نفس الوقت موجود هنا معنى كده ان انا هعمل ايه انا هقسم الجي سي دوت مش احنا قلنا ان اي رقم ممكن يتقسم الارقام برايمز او طيب ده معناه ايه ده معناه ان الجي سي دوت ممكن اصلا انا قسموا الرقم برايمز طيب اقسموا الارقام برايمز مضروعة في بعض طيب هعمل كده ازاي لما احسب الجي سي دي لرقمين هتجي هنا تقول مثلا اللي اتنين دي موجودة هنا وموجودة هنا يبقى الجي سي دي ده اكيد فيه اتنين بعد كده هتلاقي فيه اتنين كمان هنا وفيه اتنين كمان هنا يبقى الجسي دي ده اكيد فيه اتنين كمان طيب هنا فيه ثلاثة وهنا فيه اتنين لا خلاص احنا كده ما فيهش حاجة تانية مشتركة يبقى الجسي دي للاتناشر والتمانية بيساوي ايه؟ بيساوي الاربعة لو جيت حسبتها وقلت سيقاوت الجسي دي ما بين الاتناشر والتمانية هتلاقي ان هي كام ان هي اربع اكبر عام المشترك ممكن يكون الرقمين بيقبلوا الاسم عليه طيب تاني اللي احنا عملناه احنا كل اللي احنا عملناه ان الجسي دي الجسي دي ممكن نقسمه اصلا لارقام برايب معكة افضل العام المهزة و engageة ا этом من التحركات قليلاه اضافتها اوحنا لحنا سنقulu و Nitin بالتحركات قليلاه إن إحنا كما مرة موجودت هاد اين؟ واحد المما الثاني موجودت هاد عام심 فى اختبأ ثلاث مرات. يبقى انا هاخد المنيموم ما بينهم. المنيموم ما بينهم اللي هو هيبقى ايه? اتنين قصة اثنين. تمام? طيب. يبقى انا عشان اجيب الجي سي دي ما بين رقمين الا والبي مثلا. فانا بعمل ايه? انا بامشي على البرائمز بتاعت الا والبرائمز بتاعت البي. وعنده كل برايم بشوف هو موجود كم مرة في الا ومشوف هو موجود كم مرة في البي. وباخد المنيموم ما بينهم. هتلاقي هنا ان انت اخدت اثنين قصة اثنين التلاتة. هنا تلاتة قصة واحد وهنا تلاتة قصة صفر. فانا اخدت الصفر اللي هو تلاتة قصة صفر بواحد. فاصبحت اثنين في اثنين. طيب يجي هنا بقى سؤال مهم وعايز حد هو اللي يجاوبني عليه. ولنفترض ان انا معي الري. ولنفترض ان انا معي الري ايه? ان عنصر والان دي ممكن توصل لحد عشرة قصة خمسة. ماشي؟ معي ان عنصر ومعي الري تاني ام عنصر. وبرضو ممكن توصل لحد عشرة قصة خمسة. ماشي؟ طيب. انا معي الري ممكن توصل لحد عشرة قصة خمسة 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 خمسة. انا معي الري ممكن توصل لحد عشرة قصة خمسة 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 خمسة. انا معي الري ممكن توصل لحد عشرة قصة خمسة 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 خمسة. انا معي الري هو ان Уصح مازل ري ميله ميكلةd نبقاOT في enfrentصر مال وان على الوقت نقود خمسة 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 بمال. حد يجاوبنا على اسؤال ن اذا كان ذرت попроб daughter run the bar goose estimer. انا معي الري الريほا. موسيقى نفكر الآن معي شوية أرقام مضروبة في بعض فوق ومعي شوية أرقام مضروبة في بعض تحت وعايز أحسب الجي سي دي للرقم اللي فوق والرقم اللي تحت بس نخلي البلد من حاجة ان الان اكبر من واحد سوري الرقم اللي جوه القريل هو سواء A B C سيكون اكبر من واحد والان ممكن توصل لحد مية فاللي هيقول لي احنا هنضرب دول في بعض ونضرب دول في بعض ونحسب الجي سي دي بالطريقة العادية هقول له الموضوع هيحصل في أوفر فلو دي أرقام كبيرة أرقام كبيرة جدا مش هنعرف نخزينها في داتا طايب ازاي بقى نحسب الجي سي دي للأرقام اللي احنا مش عارفين نخزينها في داتا طايب دي محمد عمر فضل اه احنا ممكن نعمل فاكترايزيشن لكل رقم فاكترايزيشن ونزود ثمابة عندنا مسلا لكم عدد لكل رقم ده مسألة الاولانية والالتانية وناخد المنمم العدد لما بين كل واحد جديد عظيم جميل ماشي كنت اقول نفس الفكرة نعمل فاكترايزيشن للفوق الارقام اللي فوق وكل شوية نضيف على يعني مسلا بيدي 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 اسمع الاثنين هنقوم مزودي دي اثنين نزود عليها واحد يعني يكم مرة بيدي بيدي اسمع الاثنين وكم مرة بيدي اسمع الاثنين وهكذا فاكترايزيشن ونشوف المنمم بقى المنمم بقى بتاع كل برايم فيه ماشي بس مش الجي سي دي ممكن يوفر فلو برضو ما هو انا عايز الجي سي دي كرقم برايم مش عايزك تقول لي الجي سي دي كرقم عادي فضل عمر هل ممكن اثناء وانا بعمل خاص الضرب ده واتاخد جي سي دي وانا وانا بضرب يعني مسلا الاريين الاولاني هادرب مثلا ابقى مشوب يعني مسلا اول تلت اول منمممكن عناصر يعني مسلا في المسال لو مردول اتكام منديك خمس عناصر وتلت عناصر مسلا اول تلت عناصر هنا اول تلت عناصر هنا هاخد مثلا اضرب الاولاني في حتة والتاني في حتة واخد جي سي دي وهكذا يعني فعبني ماشي ااخد جي سي دي وانا بضرب يعني عشان الارقام تقل بشكل ماه طب ها ممكن برضو يحصل اوفرفلو لو كلهم برايمز الزبط لو كلهم برايمز فوق وكلهم برايمز تحت واللي فوق عكس اللي تحت يعني الارقام البرايمز اللي موجودة فوق مش موجودة تحت فاصبح ان انت عندك مثلا سي خمسين رقم برايمز فوق وخمسين رقم برايمز تحت هتضرب الخمسين رقم برايمز بعد ازاي لان كده كده لما تحسب جي سي دي رقم من برايمز سيبقى بواحد طب وانا مفعش ان انا مثلا ناقل جي سي دي اللي تقريز مع بعض من غير ما اضرب من غيرها احدى ازاي ها يعني جي سي دي بتاع اللي فوق وانا مش عايز جي سي دي بتاع فوق والجي سي دي بتاع تحت لا انا عايز اجيب الجي سي دي لحاصل ضرب اللي فوق وحاصل ضرب اللي تحت وحاصل ضرب اللي فوق والجي سي دي لالارقام اللي فوق والجي سي دي لالارقام اللي تحت مثال لو قلتلك الفوق معك اثنين ومعك اربعة وتحت معاك تمانية المفروض الإجابة تكون تمانية ليه لان فوق 2.4 فاما وتحت 8 والجي سي دي من بين التمانية والتمانية من يسوي تمانية انت بقى على فكرتك انت بقى انت جي سي دي من 4 انت Office تعملي وجي سي دي معاً التمانية هيبقى باثنين فالالإجابة غلط انا قصدي. ايه طيب. فضل او حمد. طيب عشان بس بقى فهم السؤال برضه كويس هو انت عندك ازاي فوق ازاي تحت عايز تجيب البرودكت اللي فوق البرودكت اللي تحت وبعد كده تجيب الجيسي دي ما بينهم صح? الزبط. والارقام دي جديرة وممكن توفر في لو. هي اكيد هتوفر في لو. طيب اهو في يعني هو مش المفروض لما بندرب رقمين في بعض. بنجمع الجيسي البرائم فاكتور فزيبتهم. بالزبط. بالزبط فممكن نستخدم الابزيرفاشن دي. بالزبط. وهو ده الحل فعلا زي ما زي ما قيلك ايه. هي الفكرة كلها ان احنا نشتغل بالبرائمز. يعني ازاي? خلينا نقول احنا قلنا ايه? احنا قلنا ان انا لو معي رقمين وعايز اجيب البرائم دفايزور يعني مثلا معي رقم زي الاثناشر.ٌ احنا لسه كنا هنا tambad. معي مثلا الثناشر و معايا الثمانين. هاجيبا اللتاambwww. عاشنا احسب الجيسي دي. انا ها حسب الجيسي دي كبرايم rendreBU play. ازاي? اللتين موجودا هنا و هنا اخدها معي. الاثنين ماوجودا هنا ألا تفعل الأثنين مراتين ثلاثة زهرة فوق مرة ثم تحت 0 نكتب الكود سنضع هذه الفونكشن سنفعل المابا سنعتبر من الوقت على قديم الاحترال فريقونسي كونست انت ان بيساوي خمسة بلس خمسة معي فريقونسي ماشي طيب انا كل اللي انا هعمله ايه انا هقول هنا بدلا من هقول ريت دوت بوش باك لنقذ مختلف فريق فريق و فريق فريق و فريق 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 تم ايها ونحن لديه فضل فضل اضع فريك 1 نستقبل N 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 إخشبه سأجد اي إحدى إحدى تابع سأجد انت م إلى منتبع So the minimum uncertainty for I, then let me write 1 and 2 and then let me write a Take 1 and then let me write 2 of the 1sts and the 2nds and the other 2nds and the 8ths لنبدأ المفترض للمفترض 8 الى هم 3 اثنينات نضرب هذا ثلاث اثنينات من هنا يا معلم هل هذه المسألة شرط ان تدقى اطباعي للجي سيد كرقم أتمنى أن أخبرك أراد فنالجا. نحسب الجي سيؤولي المعلم. اعتبر أن هناك المود بني. وإطباعين لجي سيدي مودلس الرقم. هو الرقم كبير. سأفعل فنذهب للقرم. لن تفضيل الميليمم. الميليمم دهيبقى الباور. ويقوم بالقرم. سوف تحسب الباور عادي، وفي كل مرة تأخذ المد هل تفهم هذا؟ الذي كان يسأل على العلي معنا أو خارجت؟ قوم بركض تحدي ثابت من قبل وتقوم بفيه الطريقة من قبل أن أصحب موديلس أو موديلس رقم أصبح تقرير سوف أضع الرقم والآثمان تحتاجر للرقم تمام؟ ها الفكرة كلها هل هنا الفكرة التي تفهم السؤال؟ هل أحد لا يفهم السؤال؟ أو لدخل ذلك أعلى هل أنا يا علي أو أم الحقيقة؟ ؟ لقد تقبلت عنه من المفتاح لقد تخرجتها هل يمكنك تسأل الـ GCD يمكنك تسأل الـ GCD؟ حسناً؟ حسناً، إذا قلت لك احسب لي هذا الـ GCD وإذا حصل على الـ Overflow، اخذ مدلس 10x9x7 فطبعاً، لا تنفع لكي تسأل الـ GCD الرقم معمول له مدلس فوق ورقم معمول له مدلس تحت لذا تحسب حصل الضرب حسناً؟ فكان الحل أن نقوم بإمكانه سنقوم بإمكانه الـ GCD كprime divisors ومع ذلك، يجب أن تحول الـ Minumumum بالنسبة لي للأس الـ I وهو الـ Prime والـ MN يكون بالنسبة لي للأس صح؟ أنا أفهم حدد الـ Prime، ولكن أنا أفتكرت أن تقول له تبع الـ GCD عادي فهو لو كده كان ممكن الـ Prime تقوم بإمكانه الـ Overflow برضو عادي وكيف يمكن الوحيد لك القبوة؟ فهو لو ينتج لم تقوم بإمكانه الـ 11،9،7،7،7 صح؟ أم حسناً حسناً نفترضي شيء فإننا نسخ فكرة جديدة. أدخل البداية الأولى. ندخل في فكرة جديدة. دعنا نقوم بإمكانك نفس المسألة بالضبط. سوف نقوم بإطباعه للجي سيدي لإطباعه للجي سيدي لإطباعه للإللي سيدي فمثلاً أديك مثال الـ 12 والـ 8 الـ 12 كانت عبارة عن 2 و 3 و 8 كانت عبارة عن 2 و 2 و 2 هذا الـ 23 و 8 و 12 كانت عبارة عن 1 و 2 والـ 24 كانت عبارة عن 1 و 8 قبل الإسم سوف نقوم بإطباعها للعبارة عن 2 و 2 و 2 تحسيب لي الـ L-C-M. هل يمكنك فكرة ممكن أن نفعلها كيفية؟ سأعطي لك شوية أرقام تضربهم في بعض وتحت شوية أرقام تضربهم في بعض والمفروض تضبع لي L-C-M. هتفضل يا يوسف؟ عريبا يعني عمل زي المرة اللي فاتت بس بدل من ما أفض المنمم بأخذ الماكسيموم. ليه قلت كده؟ ليه قلت كده؟ لأنني أخذ المنمم بأخذ المنمم لأنني لا أعرف السراع شخص جديد. ليه قلت كده؟ حسنا، أنت تتكلم صح. فكرة كلها في ماذا؟ دلوقتي أنا أريد أن يكون هذا الرقم الناتج يقبل الإسم على هذا الرقم وفي نفس الوقت يقبل الإسم على هذا الرقم هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن هذا الرقم وعشان أخرج دي فقل هنا ثلاثة اربعة واثنين فقل ثلاثة يحفل عيدين في الحقيقة فقل داخل المعجاب يجب ان نخلق المقرار عند كل برايم نخذ الضوء وعند هؤلاء كل برايم يجب أن نخذ المنوما ومقذ المنوما. هل يمكن أن تنتهي تؤال اخراج معه؟ كده هو مفتوق هي نفس فكرة نفس فكرة بس هنا انا هنا بعت ببعت الر كبرامتر وبقوله وهنا زي الفنكشن الفنكشن اتفضل يوسف لو انت حضرتك من شوية كنت بتقول ان انت لو عايز تتبع شوت للجي سي دي كرقم بس مش المثالي المثالي اللي كانت لدي جي سي دي اذا تتبع جي سي دي كرقم بشاركاتي wrote رقم معمول لومودولاس فوق يعني رقم معمول لومودولاس فوق وموعة انت عايز تحسب له الجي سي دي ازاي مثلا يترك ذكر أداء موضولا. سأقوم بتحديد أداء موضولا. سأقوم بتحديد أصبح المعدد بشركيات الأخيرة والإثبياء التي ستبقى موضولا. مثلاً موضلس كام موضلس أربعة. هل هذا معناه أن تذهب لجميع حاسب هذا من الأصباح؟ لا، فهي لا تتضبط. لكن أي رقم معمول موضلس، أو مع رقم ثاني معمول موضلس في أي عملية حسابية لا يفعله. يتعاملون نفس الشيء. مثلاً الأربعة على الخمسة. الكل مودولاس خمسة. هل هذا يساوي أربعة مودولاس خمسة؟ على خمسة مودولاس خمسة؟ هل هذا صح؟ طبعاً هل هذا صح؟ لا. هل الفكرة كانت أيه؟ المودولاس بيتوزع الجمعة مثلاً. إذا قلت لك A مودولاس مود زائد B مودولاس مود بيساوي C مودولاس مود. هذا ينفع. لأن المودولاس ممكن يتوزع على الجمعة. مثلاً عندما قلت A زائد B الكل مودولاس مود بيساوي C مودولاس مود. هذا صح. وإذا وزعت دي جوه، صح. لكن لو أقول لك اسم أو GCD طبعاً الكلام لا ينفع. وصلت؟ تسلا. هل سألت أخر؟ هل سألت أخر؟ تساوي C مودة أخرى في الرد على السئلة. أي مدى تأتي في دماغك مهما كانت غبية أقولها. لا، سؤالك ليس غبي. تساوي C مودة أخرى. 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 هذا م transported. تساوي C مودة أخرى. فى خمسه صح? خمسه فى خمسه هل ممكن نحسبها لو كانت اصع عشر قصة ١ فى فى نقوم بإعجاب يعني دعنا نقول ان البور كان 10 قصة ١ نحن متفقين ان البور اصلا الـ P أو الـ P أو الـ P وهي القصة دعنا نكتب الكوب بالتالي لو كانت اصع عشر قصة ١ فكنا نقوم بإعجاب رتب 1 و هناك و يعد و ينقوم بإعجاب من البور و ينقوم بإobiti و يحصل quan و تركبubs هذا كتكب الك 201 نقوم بإعجاب بإعجاب هذه هي فانكشن البور. أهلاً فتقدر بي ماينوس ماينوس فأنا أريد أن تفترض معي أن البي كتب 10.18 5.10.18 بعد أن يحصل على المدينة ولكن هل هذا المدينة سوف يفيد في الوقت المدينة؟ كيف نحل هذا؟ نحن قلنا في بداية السيشن أن أصلاً فكرة النومبر ثيري أنه يحل لك التايمليمت يعني أي شيء أنت عايزها سنحاول أن نجد علاقاتنا بين الأرقام بحيث أن المسألة لا تجلب منك التايمليمت أنا دلوقتي أمعلم، أريد أن أحساب A QB، لكن هذا القص يمكن أن يصل إلى حد 10 أو 18 هل تفعل؟ حسناً، نحن 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 الآن، أنا سأتضح A QB، أريد أن أحسابه هناك قانون عندنا يقول أن الأساس إذا شعر كبير المترمى بحالة تضربة للأساس مثلاً فكرة As Y قد تفعل A QA QA Y ماشي؟ طيب وعشان أقسم AXX على AXY بتساوي AXX-Y طرح صح؟ طيب أنا دلوقتي ممكن أقول لك أن AXB دي هي بالنسبة ل AXB على الاثنين في AXB على الاثنين يساوي هذا الكلام؟ ماذا؟ في حالة تجمع الاثنين بيع الاثنين مثل B على الاثنين كأنك تقول لك أنك نص بي ونص بي ستكون AXB طيب، هذا الكلام إذا كنت حسبت AXB على الاربعة في AXB على الاربعة في AXB على الاربعة في AXB على الاربعة ستجد أن الحتة تندل أو الحتة دي هي الحتة دي والحتة دي هي الحتة دي صح؟ والحتة دي هي الحتة دي أريد أن تصل إلى A أريد أن تصل إلى A أريد أن تصل إلى AXB على الاثنين ويلا تصل إلى AXB على الاربعة ويساعة التجمع أريد أن أضبط هذه الشarakس ليس أشعر دي على نفسها فأصبح بالنسبة لي انا سيطح أحسب AXB على الاربع بعد ذلك أحسب AXB على الاربع لان أقسمها B على الاربع أقسمها على الاربع وأقسمها على الاربع طيب الحل هي الحل لاحق ذلك أحسب اي قص بيعة الأربعة, أحسب اي قص بيعة الثمانية من هناك. كما يجب درابه باقسم على الاتنين ، أقسم على الاتنين لحد موصل لحد اي قص صفر. اي قص صفر بكام؟ او بالاش اي قص صفر، هنقول اي قص واحد. أي رقم قص واحد بكام؟ بالرقم نفسه، أنت أرجع وزن جمعت على معلم. ستوصل مثلاً أن البيعة الثمانية مثلاً بواحد سيكون دي بإيه و دي بإيه ستجي هنا تلاقي أن دي إيه تربيع و دي إيه تربيع إضرابهم في بعض دي قصة أربعة ديت هتبقى إيه قصة ثمانية مثلاً صح؟ لو البي كاب بتمانية يعني بس أنت هنا أنت بدئها بأرقام صغيرة ممكن تتضرب في بعضها فساعتها الإجابة إيه؟ الإجابة تنفع معي لأننا كل ما سيستفعوا، أننا بأسم على الاثنين فأصبحت أن تكون هذا الفونكشن دي هتبقى إيه؟ الكمبيكست باتها؟ لوج ان كيف يفعل الكوب؟ هذا الرئيس بدلاً من أنه يكون كذلك لأنا سأخبره الريد بواحد طيب، لو البي موضلس الاثنين كده الـ Western فقط آخر رئيس حسنًا قيمة الـ و في طبع أفترض أن الاس كان فردي يعني مثلاً أنا عايزك تجيب لي A أس ثلاثة هي هيها لون A أس ثلاثة هي هيها لون A أس ثلاثة في A أس ثلاثة في A فأصبح إن لو الأس فردي أنا هضرب A مرة كمان يبقى هنا كده كده ديت هتحسب معايا تمام فأصبح إن لو الأس ثلاثة فساعدة سأقوم بأن الريت يساوي A حسنًا، إمتى البيسكيت؟ لو البي كب صفر سأعطي 1 نقوم بأن الريت يساوي و أرى أصبح إن الأس ثلاثة هنغطي أصبح إن الريت و أرجب هذا بأن الريت يساوي ثالثة أريك أن الريت يساوي الريت الضفة الريت هي الضفة في باور الكلام ده في الباور الكلام طال لعت 125 كان هناك حد يعمل ريز هند طيب لا انا كنت هقول لك بس انا حر التجابس حد بقى مش فهم الحتة دي كده الباور بدل ما هي كانت اوقف ان انا خليتها اوقف لوج ان كل اللي بعمله ان لو القس كان بصفر برجع واحد لو القس بواحد لو القس بواحد هرجع الرقم نفسه طيب غير كده انا بقول له معلم الريت بتاعك بواحد بس لو فردي ف الريت بتاعك هيبقى بايه بالاساس وبعد كده بريتيرن الريت بل ان تكون في باور الراقم والقس ـ و في باور الرقم والقس ـ و هذا يقوم بتاعك أحد انشتين بطبيب احزم المسائل التي يحسب فيها الهرباء سيحدث هكذا على الابد ولكن اخذ موضلس 10.9 زائد 7 نريد أن أحسب 5.10.18 ولكن تقوم بعمل الناتج موضلس 10.9 زائد 7 فمن هنا سنقوم بعمل الـ PowerMod فمن هنا سنقوم بعمل الـ PowerMod من هنا سنقوم بعمل الـ PowerMod موضلس 10.9 زائد 7 فمن هنا سنقوم بعمل الـ PowerMod وحسابي الناتج موضلس مد أعمل 늦 alle model's model يساوي رات 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 ثم و هنا يساوي ريت في باور أو باور مود باور مود باور مود باور مود باور مود باور مود و tifu و اضع و اضع ريت باور مود باور مود باور مود نجرب باور مود سوف نضع هنا مثلاً باو مود واحد اي 18 سوف نقسم باو مود سوف نقسم باو مود سوف نضع نقام باو مود وسوف الموت سوف تلاحص الرقم من مود سوف تقوم بالعافل سوف تقوم بال Опضع للعافل ل Peng لا يحصل فيها أي مساسي نحن نقوم بعمل البيع على اثنين شايف تفضل علي انظروا يا دي عبدا يعتقد ان الكمبيلت سيناك تبقى اثنين بورلوك لان انت بتنادي البيع على اثنين مرتين مثلا 10 بورتا 10 بورتا 10 بورتا 9 مرتين مش يناديها مرتين فانت ممكن ان تسايفي صح جميل ممكن ان نلونج لونجي اكس بيساوي الكلام ذا اكس في اكس اكس في اكس اكس في الوقت قد استطيع ابقى المنتقى مرتين الوقت اعطいう ممتحة اكس في الوقت قام بقى بين ونفعل البيع على الثانية كيجب فى العبر عن الطاقة بسي internation elemen تكون قرار بأسكرة بأسكرة بأس كامل و منogح القرار بأدء among P عن طاقة بأسكرة بأس الملف ويبقى الريت في اكس في اكس هل تفهم؟ فضل لبلايك الفوارن فضل بلايك ويزن بلايك هذا النتج يكون معمول للمودلس مود من غير ما يحصل أوفرفلو طيب، أنا عشان أتأكد أن هذا الرقم يكون مودلس مود فأنا لو معي مثلا، فأنا بعمل له مودلس مود ماشي؟ لو جيت عملت A بلس إكوال X أعمل لـ A ده مودلس مود ثاني طيب، لو جيت ضربت A في إكس لو قلت A في إكوال X أعمل A مودلس مود ثاني فأنا أريد أن هذا الرقم يكون مودلس مود دائما أما ضفل وقيمة، فأنا يفضل مودلس مود بحيث أن لا يحصل أوفرفلو أعمل في الأول مودلس مود وبعد عملية مودلس مود أعمل في البداية يكون أكبر من المود لكي أتأكد أنه يمكن أن أقول لك ممكن أن أقول لك هاتلي الباور مود عشرة قصة تمنتاشر فأحتاج أن أقلل لها عشان ما حصلت غورفلو هاتلي عشرة قصة تمنتاشر قصة عشرة قصة تمنتاشر فأكيد كان نتج مودلس مود فخلاص، يبقى ديت مودلس مود ليه؟ لأن لو أنت جاءت قلت مودلس مود في مودلس مود تاني هي هي يعني لو قلت مودلس مود ممكن أوزع المود ده هنا وهنا فأقول مودلس مود في مودلس مود فهنا يروح واخد مود للعشرة قصة التمنتاشر أصلاً قبل ما يضربها في نفسها نعم نعم هل يمكنك سؤال تاني يا جماعة؟ لو يمكنك سألو تقول مهما كان سؤالك غبي، فأقولوا صدقني سؤالك غبي سننهي السؤال سنقوم بسؤال هل يريد أن أتعلم أرد أن أحد يجاوب معي هنا تقريبا كان دا لا مجدد هناك أتحدى هنا نفكر كده في السؤال سؤال كبير سؤال كبير سؤال كبير سؤال كبير سؤال كبير ها سؤال اشتركوا في القناة 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 سنقوم بإعتاد البيئات نقوم بسيطة Итак بإعتادara بإعتادارSi Calendar della map i plus equal c M Di we go مفروض بقى سأنيئت الصفارة المسألة يقول له سأقطع أول شيء له النوع نقوم with n to q نقوم with n to q أقوم with n to q نقوم with n to q وقوم with q الاني إقراطي الموضوع سنقوم بإمكانكم بإمكانكم عمله سنقوم بإمكانكم. لو الابراتي كتب واحد سأقوم بعمل X أريد أن أحسابها إنتجر أو إنتجر سوف نفسر الموضوع مع بعض أكثر الآن سأعطي لك رقم مثلا الـ 12 أو الـ 16 الـ 16 عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 في 2 في 2 في 2 ماشي؟ هل الرقم ده ليه جزر تربيعي؟ المفروض أه ليه بقى جزر تربيعي؟ جزر تربيعي يعني أنت عايز رقم X يكون بيساوي رقم ثاني وليكن مثلا الـ Y وفي نفس الوقت الـ X مضروبة في الـ Y بيساوي الـ N اللي هي الـ 16 معنى كده أن الـ X ده بيساوي الـ square root الـ square root للـ N برضو مش فاهم أنت عايز تجيب الجزر التاني أو الجزر التربيعي يعني أنت عايز تقسم الـ prime لنسختين يكونوا متساويين فأنت هتاخد 2 من هنا وهتاخد 2 من هنا أصبح أن ده فعلا ليه الجزر التاني هل ليه الجزر التالت؟ لا املوش الجزر التالت ليه؟ لأن الجزر التالت يبقى أنت هنا هتضح تلات حاجات سوري هتضح 3 أتنينية تيجي هنا يتبقى معاك أتنينية واحدة طبعا الكلام ده ما ينفعش هال ليها الجزر الرابعة؟ اه ليه؟ لأن انت حتير هنا وحط الطريق الـ 2 كمان سوري أنت عايز تقسمها الأربع حاجات هي تم جزر الرابع محدد 16 تعال نقل مثلا ان انت معاك رقم 2 و 2 و 3 و 3 و 2 و 3 و عايز تجيب له الجزر التالت هيبقي 2 و 2 و 3 و 2 و 3 فسع ذا الجزر التربيعي عايز تجيب له الجزر الثالتزين ليس ينفع لان الاتنين هنالك 4 و انتهمت السمي للس مع الثلاثة فمنفع نقسم في الثلاث حاجات تمام ؟ فانت هتعمل ايه ؟ فور ووتو سوف نقوم بقى على البرايم فاكتورز اللي معاك لأو البي للأم هل نقول هنا مثلا سترينج انسر اقوال انتجر لو البي موضلوس الاكس لا يساوي صفر يبقى الانسر equal not integer ممكن نعمل بريك بدا هل نعمل بريك بدا في العجم هم لأو الانسر نعمل بريكة هل نشغل كده؟ ما شاء الله كلها من نقطق انتكر في ايه غلط طيب التسعة انت مفروض معك ثلاثة وثلاثة ممكن اقول انت مفروض معك ثلاثة وثلاثة بيسألك على الجزر التاني مفروض او طب ايه؟ هي المشكلة مش كده نعم مش كده فوق احنا محطناش عشان لو اول لما الان الان لو مش اكبر من واحد يعني انا كده بحس معي الواحد ده براين اه فيه بس انا ما جيت مساحت مساحت الان اكبر من واحد كمان كذب نعم تانسا موت تانسا موت تانسا موت تانسا موت تانسا موت نعم من اجتنا مع assignment هو تقريبا.. اه خلاص تنمي هي تقريبا بسبب ان الماب لازم يعمل لها كلير في كل تسته اه اه صح 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 في البداية خالص مابدو كلير طب كويس والله ان احنا اللي انا حد يولينا الحيط يدي على طول كنت ممكن اعود بالصبح تبجي فيها ما اعرفش هو الغريب ان هو عدى من كل ده اه عدى مية واثنشر تست وعادي اشتق المسالة دي كانت ازاي في سعودة سي بي سي وبالتستات دي كلها طب هو ازاي مية واثنشر تست كلهم فيهم تست واحد اتخ公ئ التقريب فتب say سرعت بالله الحمد الله طب دلوقتي hoje سرعت بالصبح والوقت من السوق Dia 592 بعد دهم تحسب الابط yes الوقت هو 10 قصة 5 وهنا تحسب سكوير روت سكوير روت يعني تقريباً الوقت هو الوقت يقوم بإن في سكوير روت إن صح؟ الرقم ومع اضافة 10قص 5 ون سامق 30قص 5 سوف نقوم بقية حق من 10قص 5 ومع اضافة 10قص 6 وهنا كنق 100قص 6 هل نقوم بقية موضوع أو لا؟ إذا كنت حسبتها 10 قس 6 قس 6 ، سوف تجده 10 قس 3. أصبح 10 قس 6 ، 10 قس 3 ، 10 قس 9. فإن يجب الحل سيقوم بعمل حالة. ما هو الحل؟ تابعوا يا معلم ، إليك أنت تفهمون؟ وإن كنت تفهم الحل بعمل حالة 10 قس 6. ارتديه لنويس تأتي الان تأتي الان وعادد الان 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 نتغيقه في سكوورات عشرة اسة خمسة تعدي لن على عشرة اسة 6 يمكنك عدد في السكوورات الان فلنه يوجب ب عشرة اسة ثلاثة سيكون 10 أو 9. فساعدت الحل مستحيل يعد. ما هو الحل؟ حتى نجعل الحل يعد. هنا سنتطرق لـ Observation The Seave ما هو The Seave؟ The Seave قام بحسب الرقم هل هو إذا كنت نحسب إذا كنت تحسب إذا كنت نحسبها في سكورة إن صح؟ إذا كنت نحسب هل هذا الرقم برايم أو بلا ؟ أنت نقوم بإثبار أريد إسمه إذا كنت في هذا الرقم سوف تقوم بإثبار حسناً أحسن نادي. سوف تأتي بهذه الطريقة. فكرة في البداية أن تعتمد على نظرات نظرات الأرقام أتمنى أني تستخدم في البداية إختلاف كما تقوم بعمل الأرقام إذا تكلد الأرقام تقول systems 2 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 و 3 دلوقتي انت لما تجي تمشي تجي عند الاتنين مثلا الاتنين ده برايم ولا لا الاتنين ده برايم خلاص امشي بقى يا معلم على كل الارقام الاتنين ده برايم ماشي خلاص امشي بقى على كل مضاعفات الاتنين وعلم ان هي مش برايم يعني ايه مش فاهم اي حاجة هو سيف بيقولك احنا هنفترض سوف نبدو في البداية خالص ان كل الارقام اللي معاي الارقام برايم ماشي كلهم ارقام برايم وهمش على الأرقام من الاول لالاخر لو لقيت انوا رقم ده برايم الاتنين مثلا امشي فاهم شاء على كل المضاعفات وتقالي انها مش برايم يعني ايه؟ يعني الاتنين ده برايم هاتج عند الاربعة والاتنين ده برايم والستة تقول انها مش برايم والثمانية تقول انها ليس برايم والعشرة تقول انها ليس برايم. صح؟ فعلا ستجد الاربعة لأنه يقبل الاسم على الاثنين. كل هذه الأشياء تقبل الاسم على الاثنين. فهو يريد أن يخلي الارقام التي تقبل الاسم عليها كلها تكون ليس برايم. كذلك الامر تروح عند الثلاثة. نقوم بها على القليل تقول و لا تلقص على الماثنين. عدم تقبل الاسم على الاثنين. الثلاثة. نقوم بعمر بعمر نوع العشرة. ثلاثة ستة. ثلاثة ستجد الاسم على الماثنين. فأصبح الأرقام البرايمز هما الاتنين والثلاثة والخمسة والسبعة كان هناك GIF فأصبح الأرقام البرايمز في البداية يعتبر أن N هو برايم يمشي على كل مضاعفات الاتنين ويقول أنها ليست برايم ثم يتعلم كل مضاعفات الاتنين فأصبح الأرقام البرايمز هي أعلى الأمر الموجودة في البداية سيضيف الاتنين ويضيف الاتنين من نهاية برايب ويعلم على كل مضعفاتها انهم ليس برايب ثم يعلم على كل مضعفات الثلاثة 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 vereaye نكتب على مضعفات الثلاثة سيضيف الاتذك يقول لك انه سيضع لك دعونا نقوم بإمكانك نقوم بإمكانك سوف يتعطي لك نقوم بإمكانك إذا سوف يقوم بإمكانك هو الرقم برايم أو لا سوف يكون معك مثلا كونست نقوم بإمكانك 10 قصة 5 ثم سوف يكون معنا فيكتور وفي boolean is n1 نقوم و ثم نقوم بإمكانك ثم ثم نقوم بإمكانك ثم نقوم بإمكانك ثم نقوم بإمكانك تقوم بإمكانك أجل لكي نتأكد من أنه يعمل صح، يمكن أن نقوم بعمل صح 4 إيقوى 1 100 إي بلاس بلاس هذا الرقم يقوم بعمل صح سيقوم بعمل صح يقوم بعمل صح بعمل صحيح سوف تجد أن الأرقام يقوم بعمل صح 1 1 0 0 0 0 0 0 0 يقوم بعمل صح 0 0 0 0 0 0 0 0 اتنين تلاتة خمسة سبعة احداشر تلاتاشر سبعتاشر تسعتاشر تلاتة وعشرين تسع وعشرين وواد وتلاتين سبعة وتلاتين وتلاتين وهكذا هيا دي الارقام ال��고رقة المستخدمة طيب الكلام تلقيه هي تلك كده إنت دلوقته هتبدأ البريق باتنين خلينا نقول ان نانزل إذا سوف تعمل هذا الى فتنين فحسبه هنا تجمع him i ,i وكل مرة تجمع him i سوف تجمع hind'l4 وكل مرة تجمع 2 يعني سوف تذهب in على 2 خطوة طيب تيجي عند الثلاثة هتمشي ان على ثلاثة خطوة زائد لما تيجي تمشي لما تيجي للاربعة والخمسة هيبقى ان على خمسة خطوة زائد ان على سبعة خطوة وهكذا حاصل الجامع ده بيساوي ايه؟ حاصل الجامع ده بيساوي ان لوج ان موانة 3 لان هرمونيك سيريوس ومستفرجك على هذا النهاية ويمكن تتفرجك على نهاية سوف نحصل عن هذا النهاية الكثير من البرو كان هناك شخص ينشي علينا ترقب بشكل الكثير تتخليط تأخير البراج. إنه كان لدينا مرتفع لدينا مرتفع من مملكة أخرى. لذلك سوف نستطيع البلوكه. قام بلوكه يشارع بإمكانك تشاهد مرة تشاهد تاضي. إن على خمسة زي إن على ستة زي إن على سبعة زي كده. هي كلها إن لوج إن. يا مش المفروض أنا فاكر إن أردت في مكان إن هي إن لوج إن. لوج لوج إن. لا هي إن لوج إن. الله أصب بشي. تعال. تمام طيب. تعالوا نبص على الحاجة كده. إذا أخذتكم الاتنين ستعلم على كل رقم دول. ماشي. التلاتة لما تأتي ستعلم على الستة. المفروض هي معلمتش على الستة. اللي هي أصلا مضعف للتلاتة. ستتعلم عليه. الخمسة لما جاءت معلمتش على العشرة. ولا علمت على الخمستاشر. دي أول حاجة علمت عليها الخمسة وعشرين. ليه؟ لأن كده كده. الأرقام اللي هي. اللي هي. اللي هي. اللي هي قبل الخمسة يعني. دي كده كده يعلموا على إيه؟ علموا على الأرقام. اللي. اللي. اللي قبل السكوير روت بتاعي الخمسة. يعني مثلا. مضعفات. مضعفات. اللي. مثلا. هتلاقي. أربعة. ستة. تمانية. عشرة. اتناشر. أربعتاشر. ستة. تمانتاشر. عشرين. اتنين وعشرين. أربعة وعشرين. طيب. مضعفات التلاتة. هتلاقي. الستة. والتسعة. والتناشر. ماشي. والتناشر. والتناشر. والخمستاشر. والتمنتاشر. عياد. والواحد وعشرين. و. بس. طيب. تعال بقى الخمسة. الخمسة. هتلاقي. مضعفاتها العشر. وهي موجودة. وهتلاقي مضعفاتها برضو الخمستاشر. وهتلاقي مضعفاتها برضو الخمستاشر. وهتلاقي مضعفاتها العشرين. وهتلاقي بقى ان بدايتها من عند الخمسة وعشرين. فهي الفكرة كلها ان احنا ممكن نقلل الطايم بتاع دي. ان احنا بدأ ما نبدأ من I plus I. لا نقلل I. فI. تمام. طيب. هل ممكن نختصر حاجة زي كده تاني. اه. دلوقتي احنا كنا قايلين لما جئنا بنحسب البرايم ديفايزور. ان انت لو مفيش ليك اي ديفايزور قبل السكوير روت بتاعك. فالرقم دواد برايم. صح. من نفس المنطلق. احنا ممكن نمشي هنا. ونقول ان I plus I. أصغر من IN. بس نخلي بالنا ان احنا نحط long long. وممكن نخلي long long. بس كده مال. انت هنا بقى. ديت اللي ممكن يتقال عليها log log. لكن قبل ما نحط حصلت ضربة والسكويروت. ديت اللي ممكن. بس هي. سيب. اللي ممكن. بس نخلي بالنا. من size الر. الارقام لو معك لحد عشرة قصة ستة. هيقشط معك. يشتغل. حد مش فاهم يا جماعة. حد مش فاهم. فضل اشريف. هو بس كان الحتة بتاعت N log جدي. اه. عارف الرقم اي. او مش اي سوري. اه اللي هو اتنين بوينت سبعة. اتنين بوينت سبعة. اه. سبعة. ثانيا. اللي كان في لي بروف. ان انت الرقم ده بيساوي واحد زائد نص زائد تلت الى. ما لا نهاية. فسيب انت على افتراض يعني ان انت هتمشي مرة على كلها. مرة على نص الان مرة على تلت الان. هتلاقي في الاخير ان انت بتمشي طبعا الكلام ده مش مش بالزبط يعني لان انت بتسكب ارقام كتير وكلام كده. بس انت مش هتعدل تلاتة فهي ازاي هتبقى ان لوج ان. المعلومة اللي عندي ان الهرمونيك نومبرز او الهرمونيك سيريوس هي شغلة ان لوج ان. والبروف بتاعها كان كبير بصراحة ما هتمتش عرف البروف. انا ممكن اعطلكو البروف وانتو تشوفوا عليه. طب انت قلت ان سالك ما بين الان لوج والان لوج لوج. يعني امتى نقول لوج وامتى نقول لوج لوج. هتبقى هيا بصراحة ما هي ان الوج. بس احنا هنا هتلاقي ان انت ماشي لحد الاسكوير روت. وبعد كده هنا اصلا بتمشي عند كل رقم للسكوير روت بتاعه. فبدل من انت كنت بتمشي ان على الاثنين. لا انت هتمشي ان على الاثنين. بس انت شغال لحد الاسكوير روت. سأصبح ان انت اصلا ليس بس كانت تستمرنا لحد الاسكوير روت روت. لكن هتصل على ن really. هي ان انتوصل لنقطة معينة ن 2 ون 3 working. فبدل من ان انت بتقول لحد الان على ind. لا انت لحد ال 팀 على الجروب بإذن الله. مشي. فضل الحمد. ان شاء الله اننا ممكن ناخد الان احنا بنجمع نص وطلت وخمس اللي هو يعني كأننا ممكن بنقول بنجمع واحد على اكس من ان انفنتي. فده كأنه بنعتبر واحد على اكس. كأنه الان يعني. بتصريك. طبق انا بص المعلومة عنه لغة شيء. هي بص هي ليها لفة كدا بس الفكرة ان في الاخر هتبقى قريبة من N-Log-N طبق انا بصطع مشي جرب تسرش على الـ Time Complex-T بتاع تسيب في جيكس عشان في جيكس أنا صراشتها ليها N-Log-Log-N ماشي ما هي ديهة اللج لج. ديهة اللج لج. نحن في الأول كنا ماشيين من إي لحد الإن وهنا كنا قايلين إي بلاس إي صح؟ نحن هنا بقى نشغلين إي في إي وهنا إي في إي بس؟ طيب، ماشي ماشي حد مش فاهم لحد الآن؟ حسنا، من منطلق الذي قد نحن لديه ممكن أن نستفيد به كيف؟ ممكن أن نستفيد به كيف؟ في هذه المسألة نحن نرى شيء يبدأ دعنا نذهب المسألة التي كنا نحن فيها من قليل نحن نسكي بالفعل نحن نرى نحن نشغل المسألة التي كنا نسكي وقال نجد كنا نقوم بإضافة الأرقام بإضافة البرائمز ونضيفها بإضافة البرائمز ونضيفها بإضافة البرائمز نحن نريد أن نقوم بإضافة البرائمز فكان الحل في شيء مثل C نحن نقوم بإضافة البرائمز نقوم بإضافة البرائمز مثلا PrimFactor سوف نقوم بإضافة البرائمز بإضافة البرائمز سوف نكون مخزين بإضافة البرائم لأن هذا الرقم يوجد في كل الرقم العقل سأقوم بإمكانه ماذا سأفعل؟ أفضل من أول إي ب2 إي ب2 إي ب2 إي ب2 إذا كنت أعلم أن الرقم يكون مباشرة مقرتail بحق للمصف خاصة��ية غير أسفwangي متصف بحقه مقرتان مقر؛ youtuber través になحمل من الدESCO و ساعتها أقول له prime factor of i dot pushback sorry prime factor dot pushback of i نجرب هذا نضع كل الكلام نضع كل الكلام و ساعتها و ساعتها و ساعتها اضع و ساعتها نجرب هذا لكل المطفل و ساعتها ثم يقそ ثم يقب 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 هناك حالتين بقى ممكن منهم نضيف الاتنينات للزيادة دي اني احنا نضيفهم جوه المسألة يبقى انا كده معي الارقام البرايمز بس هنا خلينا نستدعي سيدي قبل التستات ماشي الاد بقى هتختلف ممكن نعمل ايه؟ انا عايزة ادل ان فور اوتو ات لبرايم فاكتورز الان سيدي قبل التستخدم عايزة ات مادة ات مادة ات مادة ات مادة ات مادة ات مادة ات الان اتصوح الان إن أجد قيمة إنتجر ومتعني أحب الاركام ومع المرى إنتجر ومتعي نرى إنتجر ومتعي نرى إنتجر ومتعي فقط مغلب نرى إنتجر نرى إنتجر إيقافة. صدر الحمد صدر الحمد اوه ممكن ارتميز في السيف ان اوه يمشي اللي كلنا نسا عملنا عليه للسكورد والصحي كده ولا نشتراه فالد اللي هي الاي في الاي اوه احنا لو عملنا اي في الاي الارقام اللي بعد جزر الان مش هيتضاف فيها الارقام نفسها كمان فساعتها هنمشي من اول اثنين لحد الان برضه ولو البرين فاكتورز في الاي دوت امتي هنبوش باك في الاي اوه هنبوش باك في الراقم فساعتها هي هي اما احنا كنا بنعمل في السيف الاولانية ازاي كده مش كامل طب ما كده لو كنا عملنا كده يبقى تقريبا الارقام اللي بعد الالكوير بوت مش تبقى براين انت في البداية خالص في السيف الاولانية كنت عامل ان الاري كله براين خلي بالك انت في السيف العادية انت كنت بتخلي الارقام كلها براين فهم قصدي وبعد ذلك بتعمل ايه؟ بتمشي على المضاعفات بتاعتك انت بتخلي الارقام كلها مش براين انت بتقول ان الارقام كلها مش براين او سوري خلينا نقول ان هي براين اصلا بس انت مش ضايف فيها حاجة انت عند كل براين عايز تضيف فانت هتعمل ايه؟ هتمشي على الرقام كلها ولو لقيت ان الرقم ده براين هتضيف فيه هم انا كده اتأكدت ان هي اللوب اللي تحت عادت عليهم اصلا اصلا تمام فهم شكرا هم اصلا هم اصلا ممكن ان نحل ديت بحاجة احسن بدل ما نخزن هذه الحاجات وعلى فكر احنا ممكن اصلا بدل ما نخزن الارقام كلها نحن ممكن نخزن الارقام كلها بس هي ليست تفيدنا في المسألة دي هي تفيدنا في المسألة تانية انت مثلا يكون معك دي ممكن ترحى عامل كده انت او اقوال اي او اصلا المترجم الى اصلا نحن اقوال اي وقال تفيد او اي دي او اخزن الارقام اقومي رقم أيضا اقوال اولا اضرب نقوم بالنطبع. نقوم بعمل الاثناشر. ستجد الاثناشر. الاثناشر ستجد الاثنين والاثنين والثلاثة والاربعة والستة والاثناشر. نعم. ونعم. اشتغل برايم دوائز اشتغل برايم دوائز اشتغل برايم دوائز اوفر ميموري اشتغل برايم دور me اختيار برايم دوائز اللي اقل برايم دوائز إذا تعطلو أقل ب viel Corporate n 1 من الصفحة إذا كان في 2014 أغتاد لفظ pengar بين ingest Prime factor i هي لفظول بصف الرئيس إننا حقوق المفظل ونحن الحاهم سوف عمل حقوق المفظل فقط من السابق Air لو الـ list prime factor of o equal equal zero يبقى list prime factor of o equal o بالـ add بالـ add إذا أقوم بـ while x أكبر من zero ونعمل على n على طول أصله طول ما الان أكبر من واحد يبقى الماب بتاع الليست برايم فاكتور في ان و الان على اكل الليست برايم فاكتور فاكتور في ان سوف نشغل المم تنصبمت نقصب مهما الشام الاستبرامفاكتور أنا عند كل رقم خزنت لي أقل برايم فاكتور ممكن يكون موجود عنده. فأنا عند كل رقم بدل ما أنا كنت بقى. أنا عايز مثلا نحول الرقم ده لشوية أرقام برايم زي ما ضربها في بعض. فأنا هشيل مثلا ايه أقل رقم برايم فاكتور ممكن نقسم عليه. وليكن مثلا الاتنين يبقى شيل منه كل الاتنين. بعد كده عايز أشيل منه كل الثلاثات. ما هو أصلا هيتحول لرقم تاني بعد ما أنا شيل منه الاتنات دي. هيتحول لرقم تاني أصغر برايم فاكتور ليه هيبقى الثلاثة. فأنا هشيل منه كل الثلاثات. خلال. وهكذا بقى. بعدين هطلع بيشدر. هتوصل لإن الان بيساوي واحد يبقى أنت خلصت كل البرايمز اللي موجوده. ما ما قلت لك أنت ما تتعاملش مع الرقم كأنه رقم. تتعامل مع الرقم كأنه رقم. تتعامل مع الرقم كأنه رقم. أو set of elements. الري جوا شوية elements. elements مضروبه في بعض. برايمز اللي مضروبه في بعض. هم. ممكن. ممكن. معنش بس كل سيف لأنني ملحيتش أفهمه قبل. هم عملنا إيه بقى الزفر. هم عملنا إيه بقى الزفر. في الزفر خالص. الأقل برايم فاكتور لكل الأرقام هيبقى بصفر. ماشي؟ ماشي. أنا عايز أعرف الرقم ده برايم. أعرف الرقم ده برايم. لو الليست برايم فاكتور ليه كان بصفر. صح؟ نعم ماشي. سأعمل إيه. ماشي. همشي على المضعفات بتاعته. و لو المضعف ده الليست برايم فاكتور ليه كان بصفر. أعلم أن الليست برايم فاكتور ليه بقوش. بس كده. هم ماشي. تبص هي لعبة. نعم ماشي. عندما لنفهم سيف وماشي بماشي بصفر. تعرف تلعب له كما أنت عايز. ممكن تتعمل بالني ما يتعملش. آم. وبرحتك فق. كما تعمل. آم. يمكن أن نمشيها آيفو اي ف اي عادي يمكن ان نمشيها آيفو اي عادي اي ايتم افتح من خلال الارقام الماضي سوف توفر معانا لان تفايل الارقام الماضي لان تصرف الارقام الماضي سوف تكون معلمة اي ارقام الماضي فأنت تقوم بحق أجهزة أجهزة لكي أن تقوم بحق أجهزة. تفضل أجهزة. أجهزة 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 أجهزة. أستعمل I وأستعمل هذا المتقر صفحتي بشيء أجعل الست primefactor لBei أذكر الخطوط أرى مباشرة لا إله إلا الله لا أعلم أن هذا الطايم يحسبوه كيف؟ يعني المفروض أصلا ديت أقل أعلى طايم فيهم لا أعلم كيف يحسب الطايم كيف؟ أي أن كان يعني أحد لم يشام شيء في اللي احنا قلناه؟ نحن كده خلاص خلاص باستطا ت chickpe 2 نعم سأرغب هل مفروض تعريبا من مدام انت اجبت البرايمز مش عايق اه اه انت ممكن ان توقفت بدل ما تبقى ماب تبقى تبقى الري برضو زي ما انت عملت وطايم يتزبت والله مش تفرق خلينا نقول ان هي الري ازاي يعرف الارقام البرايمز اللي موجودة ما الارقام لحد عشر قص خمسة هل بقى انا همشي على الارقام من واحد لحد عشر قص خمسة ماهدلمش على الارقام اللي موجودة فى الماب باس اه